كنيسة بسعة أربعمائة سرير ومركز سفينة للبحرية الأمريكية بسعة ما يصل إلى خمسمائة سرير ومركز للمؤتمرات بألف سرير مستشفيات مؤقتة في نيويورك في حربها ضد فيروس كورونا المدينة التي شهدت تصاعداً متتالياً في أعداد الإصابات يثقل كاهلها العدد الأكبر من الوفيات في الولايات المتحدة بما يقارب النصف المدينة تقاتل هذا ما قاله عمدة مدينة نيويورك وهذا ما عبر عنه رجال الإطفاء بتقديرهم للكوادر الطبية التي تقف على خط الدفاع الأول فهنا يتجمع رجال الدفاع المدني للتعبير عن شكرهم لهؤلاء وفي تصريح له قال عمدة مدينة نيويورك إن الشركات تصنع معدات حماية شخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية هذا مرض يؤذي الناس ويؤذي العائلات ويؤذي كل ركن من أركان مدينتنا لنكن واضحين لدينا الآن معلومات تشير إلى تفوت واضح في كيفية تأثير هذا المرض على سكان نيويورك ولايات أمريكية أخرى بدأت تمد يد العون لنيويورك إذ أعلنت ولاية واشنطن أنها سترسل أكثر من أربعمائة جهاز تنفس اصطناعي حصلت عليها من الحكومة الفيدرالية كما أعلنت أوريغون إرسال 140 جهاز تنفساً اصطناعي وفي خضم المأساة التي تعصف بنيويورك أضيئت سماء المدينة كغيرها من مناطق العالم مع اقتراب القمر الوردي العملاق من الأرض وهي ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون كوكب القمر عند أقرب نقطة من كوكبنا بصيص أمل يضيء من بعيد عتمة الكرة الأرضية المحجورة صحياً